بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس السابع من دروس تفسير سورة الأنعام للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وقد وقفنا عند المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين حيث يقول الإمام المسألة الثالثة ظاهر الآية يقتضي أنهم حلفوا في القيامة على أنهم ما كانوا مشركين وهذا يقتضي إقدامهم على الكذب يوم القيامة وللناس فيه قولان الأول وهو قول أبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار أن أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب واحتج عليه بوجوه الأول أن أهل القيامة يعرفون الله عز وجل بالاضطرار إذ لو عرفوه بالاستدلال لصار موقف القيامة دار التكليف وذلك باطل وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار وجب أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح بمعنى أنهم يعلمون أنهم لو راموا فعل القبيح لمنعهم الله تعالى منه لأن مع زوال التكليف لو لم يحصل هذا المعنى لكان ذلك إطلاقا لهم في فعل القبيح وأنه لا يجوز فثبت أن أهل القيامة يعلمون الله عز وجل بالاضطرار وثبت أنه متى كان كذلك كانوا ملجئين إلى ترك القبيح وذلك يقتضي أنه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل القبيح فإن قيل لما لا يجوز أن يقال إنه لا يجوز منهم فعل القبيح إذا كانوا عقلاء إلا أن نقول لما لا يجوز أن يقال إنه وقع منهم الكذب لأنهم لما عاينوا أهوال القيامة اضطربت عقولهم فقالوا هذا القول الكذب عند اختلال عقولهم أو يقال إنهم نسوا كونهم مشركين في الدنيا والجواب عن الأول أنه تعالى لا يجوز أن يحشرهم وأن يورد عليهم التوبيخ بقوله أين شركاؤكم ثم يحكي عنهم ما يجري مجرى لاعتذار مع أنهم غير عقلاء لأن هذا لا يليق بحكمة الله تعالى وأيضا فالمكلفون لا بد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة ليعلموا أنهم بما يعاملهم الله عز وجل به غير مظلومين والجواب عن الثاني أن النسيان لما كانوا عليه في دار الدنيا مع كمال العقل بعيد لأن العاقل لا يجوز أن ينسى مثل هذه الأحوال وإن بعد العهد وإنما يجوز أن ينسى اليسير من الأمور ولولا أن الأمر كذلك لجوزنا أن يكون العاقل قد مارس الولايات العظيمة دهرا طويلا ومع ذلك فقد نسيه ومعلوم أن تجويز ذلك يوجب الصفصة الحجة الثانية أن القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال إنهم ما كانوا عقلاء أو يقال إنهم كانوا عقلاء فإن قلنا إنهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكي كلام المجانين في معرض تمهيد العذر وإن قلنا إنهم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله تعالى عالم بأحوالهم مطلع على أفعالهم ويعلمون أن تجويز الكذب على الله تعالى محال وأنهم لا يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب وإذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم في مثل هذه الحالة على الكذب الحجة الثالثة للقاضي عبد الجبار ولأبي علي الجبائي أنهم لو كذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب فتصير الدار الآخرة دار التكليف وقد أجمعوا على أنه ليس الأمر كذلك وأما إن قيل إنهم لا يستحقون على ذلك الكذب وعلى ذلك الحلف الكاذب عقابا وذما فهذا يقتضي حصول الإذن من الله تعالى في ارتكاب القبائح والذنوب وإنه باطل فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على القبيح والكذب وإذا ثبت هذا فعند ذلك قالوا يحمل قولهم والله ربنا ما كنا مشركين أي ما كنا مشركين في اعتقادنا وظنوننا وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم كانوا موحدين متباعدين عن الشرك فإن قيل فعلى هذا التقدير يكونون صادقين فيما أخبروا عنه لأنهم أخبروا بأنهم كانوا غير مشركين عند أنفسهم فلماذا قال الله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم قلنا إنه ليس تحت قوله انظر كيف كذبوا على أنفسهم أنهم كذبوا فيما تقدم ذكره من قولهم والله ربنا ما كنا مشركين حتى يلزمنا هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على أنفسهم في دار الدنيا في أمور كانوا يخبرون عنها كقولهم إنهم على صواب وإنما هم عليه ليس بشرك والكذب يصح عليهم في دار الدنيا وإنما ينفى ذلك عنهم في الآخرة والحاصل أن المقصود من قوله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم المقصود اختلاف الحالين وأنهم في دار الدنيا كانوا يكذبون ولا يحترزون عن الكذب وأنهم في الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم الصدق فلتعلق أحد الأمرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم كيف يكون حالهم في الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون على أنفسهم ويزعمون أنهم على صواب هذا جملة كلام القاضي في تقرير القول الذي اختاره أبو علي الجبائي والقول الثاني وهو قول جمهور المفسرين أن الكفار يكذبون في هذا القول قالوا والدليل على أن الكفار قد يكذبون في القيامة وجوه الأول أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون والثاني قوله تعالى في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون بعد قوله في نفس السورة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب فشبه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا والثالث قوله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وكل ذلك يدل على إقدامهم في بعض الأوقات على الكذب وأقول لعل الإمام يقصد قوله تعالى في سورة المؤمنون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين فهاتان الآيتان تدلان على إقدام الكفار على الكذب يوم القيامة وأما ما ورد في قصة أصحاب الكهف فلا يدل على أن الكفار يكذبون في الآخرة وذلك لسببين الأول أن أصحاب الكهف كانوا مؤمنين بدليل قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والسبب الثاني أن هذا التساؤل وقع في الدنيا والدليل عليه قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بيدهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم والرابع أي الدليل الرابع على أن الكفار قد يكذبون في القيامة الدليل الرابع على أن الكفار قد يكذبون في القيامة قوله تعالى حكاية عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقد علموا أنه تعالى لا يقضي عليهم بالخلاص والخامس أنه تعالى في هذه الآية حكا عنهم أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وحمل هذا على أن المراد ما كنا مشركين في ظنوننا وعقائدنا حمله على هذا المعنى مخالفة للظاهر ثم حمل قوله بعد ذلك انظر كيف كذبوا على أنفسهم على أنهم كذبوا في الدنيا يوجب فك نظم الآية وصرف أول الآية إلى أحوال القيامة وصرف آخرها إلى أحوال الدنيا وهو في غاية البعد وأما قوله يعني قول أبي علي الجبائي إما أن يكونوا قد كذبوا حال كمال العقل أو حال نقصان العقل فنقول لا يبعد أن يقال إنهم حال ما عاينوا أهوال القيامة وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت عقولهم فذكروا هذا الكلام في ذلك الوقت وقوله كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يحكي عنهم ما ذكروه في حال اضطراب العقول فنقول هذا يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال كونهم في الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه الآيات إلا ذلك وأما قوله ثانيا المكلفون لا بد أن يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول اختلال عقولهم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا يمنع من كمال عقولهم في سائر الأوقات فهذا تمام الكلام في هذه المسألة والله أعلم وأما قوله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم فالمراد إنكارهم كونهم مشركين وقوله وضل عنهم عطف على قوله كذبوا والتقدير وكيف ضل عنهم ما كانوا يفترون بعبادته من الأصنام فلم تغن عنهم شيئا وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها لهم ثم قال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما بين أحوال الكفار في الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن إيمان بعضهم فقال ومنهم من يستمع إليك وفي الآية مسائل المسألة الأولى قال ابن عباس رضي الله عنهما حضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرف وعقبة وعتبة وشيبة أبناء ربيعة وأمية وأبي ابن خلف والحرث بن عامر وأبو جهل واستمعوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا للنضر ما يقول محمد فقال لا أدري ما يقول لكني أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذي كنت أحدثكم به عن أخبار القرون الأولى وقال أبو سفيان إني لا أرى بعض ما يقول حقا فقال أبو جهل كلا فأنزل الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا والأكنة جمع كنان وهو ما وقى شيئا وستره مثل عنان وأعنة إذن كنان وجمعه أكنة كعنان وأعنة والفعل منه كننت وأكننت قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم وأما قوله أن يفقهوا فقال الزجاج موضع أن نصب على أنه مفعول له والمعنى وجعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن يفقهوا فلما حذفت اللام نصبت الكراهة ولما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى أن وقوله وفي آذانهم وقرا قال ابن السكيت الوقر معناه الثقل في الأذن المسألة الثانية احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الإيمان ويمنع منه ويحول بين الرجل وبينه وذلك لأن هذه الآية تدل على أنه جعل القلب في الكنان الذي يمنعه عن الإيمان وذلك هو المطلوب قالت المعتزلة لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها ويدل عليه وجوه الأول أنه تعالى إنما أنزل القرآن ليكون حجة للرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار لا ليكون حجة للكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار عن الإيمان لكان لهم أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما حكم الله تعالى بأنه منعنا من الإيمان فلما يذمنا على ترك الإيمان ولما يدعونا إلى فعل الإيمان الثاني أنه تعالى لو منعهم من الإيمان ثم دعاهم إليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو منفي بصريح العقل وبقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الثالث أنه تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار في معرض الذنب فقال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وهذا في سورة فصلة وقال في آية أخرى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وإذا كان الله تعالى قد حكى هذا المذهب عنهم في معرض الذنب لهم امتنع أن يذكره هاهنا في معرض التقريع والتوبيخ وإلا لزم التناقض والرابع أنه لا نزاع أن القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون والخامس أن هذه الآية وردت في معرض الذنب لهم على ترك الإيمان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذمومين بل كانوا معذورين والسادس أن قوله حتى إذا جاءوك يجادلونك يدل على أنهم كانوا يفقهون ويميزون الحق من الباطل وعند هذا قالت المعتزلة لا بد من التأويل وهو من وجوه الأول قال الجبائي إن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوسلوا بسماع قراءته إلى معرفة مكانه بالليل فيقصدوا قتله وإذاءه فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقي على قلوبهم النوم وهو المراد من الأكنة ويثقل أسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم وهو المراد من قوله وفي آذانهم وقراء والثاني أن الإنسان الذي علم الله تعالى منه أنه لا يؤمن وأنه يموت على الكفر فإنه تعالى يسم قلبه بعلامة مخصوصة يستدل الملائكة برؤيتها على أنه لا يؤمن فصارت تلك العلامة دلالة على أنهم لا يؤمنون وإذا ثبت هذا فنقول لا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والغطاء المانع مع أن تلك العلامة في نفسها ليست مانعة عن الإيمان والتأويل الثالث أنهم لما أصروا على الكفر وعاندوا وصمموا عليه صار عدولهم عن الإيمان والحالة هذه كالكنان المانع عن الإيمان فذكر الله تعالى الكنان كناية عن هذا المعنى والتأويل الرابع أنه تعالى لما منعهم الألطاف التي إنما تصلح أن تفعل بمن قد اهتدى فأخلاهم منها وفوض أمرهم إلى أنفسهم لسوء صنيعهم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه فيقول وجعلنا على قلوبهم أكنة والتأويل الخامس أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر يقول الإمام والجواب عن الوجوه التي تمسك بها المعتزلة في بيان أنه لا يمكن حمل الكنان والوقر على أن الله تعالى منعهم عن الإيمان الجواب هو أن نقول البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا المعنى وذلك لأن العبد الذي أتى بالكفر إن لم يقدر على الإتيان بالإيمان فقد صح قولنا إنه تعالى هو الذي حمله على الكفر وصده عن الإيمان وأما إن قلنا إن القادر على الكفر كان قادرا على الإيمان فنقول يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون الإيمان إلا عند انضمام تلك الداعية وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموعة القدرة مع الداعي يوجب الفعل فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالى وتكون تلك الداعية الجارة إلى الكفر كنانا للقلب عن الإيمان ووقرا للسمع عن استماع دلائل الإيمان فثبت بما ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق لما دل عليه ظاهر هذه الآية وإذا ثبت بالدليل العقلي صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية وجب حمل هذه الآية عليه عملا بالبرهان وبظاهر القرآن والله أعلم المسألة الثالثة أنه تعالى قال ومنهم من يستمع إليك فذكره بصيغة الإفراد ثم قال على قلوبهم فذكره بصيغة الجمع وإنما حسن ذلك لأن صيغة من واحد في اللفظ جمع في المعنى قلت ويؤكد هذا التوجيه قوله تعالى في سورة يونس عليه السلام ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون فالآية الأولى تدل على أن صيغة من جمع في المعنى لأنه قال من يستمعون والآية الثانية تدل على أنها واحد في اللفظ لأنه قال ومنهم من ينظر إليك وأما قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها فقال ابن عباس رضي الله عنهما معناها وإن يروا كل دليل وحجة لا يؤمنوا بها لأجل أن الله تعالى جعل على قلوبهم أكنا وهذه الآية تدل على فساد التأويل الأول الذي نقلناه عن الجبائي ولأنه لو كان المراد من قوله تعالى وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّا لو كان المراد إلقاء النوم على قلوب الكفار كما قال الجبائي لألا يمكنهم التوسل بسماع صوته صلى الله عليه وسلم على وجدان مكانه لو كان معنى الآية ما ذكره الجبائي لما كان قوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لما كان لائقا بهذا الكلام وأيضا لو كان المراد ما ذكره الجبائي لكان يجب أن يقال وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيَّسْمَعُوا لأن المقصود الذي ذكره الجبائي إنما يحصل بالمنع من سماع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم أما المنع من فهم كلامه ومن فهم مقصوده فلا تعلق له بما ذكره الجبائي فظهر سقوط قوله والله أعلم وأما قوله تعالى حتى إذا جاؤوك يجادلونك فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرى مرتبة على ما قبلها وحتى في هذا الموضع هي التي يقع بعدها الجمل والجملة هي قوله إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا ويجادلونك في موضع الحال وقوله يقول الذين كفروا تفسير لقوله يجادلونك والمعنى أنه بلغ بتكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك يجادلونك ويناكرونك وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين قال الزمخشري بعد أن ذكر الوجه الأول الذي أورده الإمام الوجه الأول الذي ذكره الإمام هو أن حتى في هذا الموضع هي التي تقع بعدها الجمل وهذا الأمر ذكره الزمخشري وأورد وجها آخر فقال ويجوز أن تكون حتى الجار ويكون إذا جاؤوك في محل الجر بمعنى حتى وقت مجيئهم قال الواحدي وأصل الأساطير من السطر وهو أن يجعل شيئا ممتدا مؤلفا ومنه سطر الكتاب وسطر من شجر مغروس قال ابن السكيت يقال سطر وسطر بإسكان الطائق وفتحها سطر وسطر فمن قال سطر فجمعه في القليل أسطر والكثير سطور ومن قال سطر فجمعه أسطار مثل سفر وأسفار والأساطير جمع الجمع وقال الجبائي واحد الأساطير أسطور وأسطورة وأسطير وأسطيرة وقال الزجاج واحد الأساطير أسطورة مثل أحاديث وأحدوث وقال أبو زيد الأساطير من الجمع الذي لا واحد له مثل عباديد ثم قال الجمهور أساطير الأولين ما سطره الأولون قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها أي يكتبونها تقول سطر وسطر قال تعالى والقلم وما يسطرون وأما قول من فسر الأساطير بالترهات فهو معناه وليس مفسرا ولما كانت أساطير الأولين مثل حديث رستما وإسفنديار كلاما لا فائدة فيه لا جرم فسرت أساطير الأولين بالترهات المسألة الرابعة اعلم أنه كان مقصود القوم من ذكر قولهم إن هذا إلا أساطير الأولين كان مقصودهم القدح في كون القرآن معجزا فكأنهم قالوا إن هذا الكلام من جنس سائر الحكايات المكتوبة والقصص المذكورة للأولين وإذا كان هذا من جنس تلك الكتب المجتملة على حكايات الأولين وأقاصيص الأقدمين لم يكن القرآن معجزا خارقا للعادة وأجاب القاضي عنه بأن قال هذا السؤال مدفوع لأنه يلزم أن يقال لو كان في مقدوركم معارضته لوجب أن تأتوا بتلك المعارضة وحيث لم تقدروا عليها ظهر أنه معجز ولقائل أن يقول كان للقوم أن يقولوا نحن وإن كنا أرباب هذا اللسان العربي إلا أن لا نعرف كيفية تصنيف الكتب وتأليفها ولسنا أهلا لذلك ولا يلزم من عجزنا عن التصنيف لا يلزم من هذا كون القرآن معجزا لأن بينا أنه من جنس سائر الكتب المجتملة على أخبار الأولين وأقاصيص الأقدمين يقول الإمام معلم أن الجواب عن هذا السؤال سيأتي في الآية المذكورة بعد ذلك وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الخامسة والعشرين ونقف عند الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين